نبدأ بكلمة الناشطة الحقوقية وأمينة المرأة في تيار الشيوعي الثوري العالمي بأوروبا المدينة جونيتش مرحبا أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اسمي ألماتينا جونيتش وأنا أمينة المرأة في التيار الشيوعي الثوري العالمي RCIT اليوم نتذكر جميع أشقائنا وشقيقتنا الذين قتلوا وتم اغتيالهم في مسبحة رابعة في الرابع عشر من أغسطس لعام 2013 أنا أريد أن أتحدث هنا بشكل خاص وأن أتذكر أخواتنا التي قتلنا في ذلك اليوم لن ننسى أبدا أختنا هيام عبدو إبراهيم التي كانت أمًا لخمسة أطفال كانت معلمة سابقة وأصيبت بالرصاصة في رأسها عندما كانت تشارك المظاهرات هناك لن ننسى أختنا هيام محمد فكري التي عريفت واشتهرت بعد وفاتها بسبب انتشار مقطع فيديو لابنها البالغ من العمر 11 عاما وهو يطلب من أمه المتوفى أن تستيقظ وترد عليه لن ننسى هند هشام كمال كانت شابة في العشرين من عمرها وأصيبت برصاصتين في الرأس في ذلك اليوم لن ننسى بالتأكيد ولن ننسى أبدا أسماء محمد البلتاجي فتاة شابة تبلغ من العمر 17 عاما فقط كانت تتظاهر في رابعة في ذلك اليوم بصحبة والدتها وعندما اضطربت الأمور هناك أخبرتها والدتها أن عليهم العودة إلى المنزل ولكن أسماء الفتاة الشجاعة قالت لأمها لا من فضلك يا أمي اذهبي أنت إلى المنزل وأنا سأبقى هنا كي أساعدهم وذهبت أسماء مباشرة إلى المصابين لأنها أرادت حقا مساعدتهم أرادت أن تقوم بعمل الإسعافات الأولية لهم وأرادت مرافقتهم إلى المستشفى الميداني هناك ولكنها قتلت حيث تم إطلاق النار عليها في ذلك اليوم لن ننسى أبدا أحدا من إخوتنا وأخواتنا الذين قتلوا في ذلك اليوم ولا أي من إخوتنا وأخواتنا الذين قتلوا منذ هيمنة ديكتاتورية السيسي على البلاد وأزهقت الكثير من الأرواح وتسببت في الكثير من الآلام وإلى كل الناس في جميع أنحاء العالم أقول بغض النظر عن جنسيتك أو دينك فعلينا جميعا أن نتوحد لمكافحة هذا الدكتاتور علينا أن نظهر تضامننا جميعا مع الشعب المصري ودعمنا الكامل له من أجل نصرة قضيته طالما أن إخواننا وأخواتنا في مصر ليسوا أحرارا وطالما لا توجد ديمقراطية حقيقية في مصر فلا يمكننا أبدا أن نكون أحرارا لن ننسى أبدا إخواتنا وأخواتنا الذين قتلوا هناك كما لن ننسى أيضا ولن نتسامح بالتأكيد مع أولئك الذين يبدون تعاطفهم وتأييدهم لهذا الدكتاتور فهناك حتى حكام أقوياء جدا في جميع أنحاء العالم يدعمون هذا الدكتاتور ويساعدونه ويرسلون إليه الأموال ليس الأمر هكذا ولم تكن كذبة عندما قال رئيس الولايات المتحدة المجنون دونالد ترامب عن السيسي بأنه دكتاتوره المفضل كان هذا صحيحا جدا وقد عكس بشكل واضح كيف تتعامل الحكومات الغربية في الواقع مع مثل هذه الدكتاتوريات أنا من البوسنى والشعب البوسني كما تعرفون كان قد طالب بمحكمة دولية ضد جرائم القتل الوحشية التي جرت خلال الحرب الأهلية في البوسنى في التسعينيات من القرن الماضي وقد عقدت المحكمة فعلا في لاهاي للنظر في هذه الجرائم لكنها لم تحقق العدالة لنا مطلقا ولذلك فإنما يجب أن نطالب به وما علينا أن نناضل من أجله اليوم هو تحقيق انتصار ثورة مصر على دكتاتورية السيسي وما علينا أن نكافح من أجله ونطالب به اليوم هو محكمة دولية من الشعوب ضد هذه الدكتاتورية محكمة تحقق العدالة وتنصف جميع العائلات والأصدقاء أولئك الذين فقدوا حياتهم أو حياة أحبائهم في مجزرة ربعة لكن مثل هذه المحكمة الدولية إذا كانت على نحو ما يجري في الجنائية الدولية في لاهاي فلن تجلب لنا السلام أبدا ولن تحقق العدالة التي نطالب بها ما نحتاجه هو محكمة شعبية محكمة عدل دولية تكون مدعومة من جميع التقدميين وجميع القوى الديمقراطية وجميع المنظمات وجميع النقاضات وجميع الحركات العمالية وغيرها في كل أنحاء العالم ما نحتاجه هو محكمة دولية تحقق العدل وما نحتاجه هو تضامن دولي مع إخواننا وأخواتنا في مصر الذين ما زالوا يكافحون ضد الدكتاتورية وطالما أن الجنرال السيسي ما زال في السلطة فلا يمكن أن يكون هناك سلام ومدام الجنرال السيسي باقا في السلطة فلا يمكن أن تكون هناك عدالة لن ننسى أبدا إخواتنا وأخواتنا ولن نتوقف عن الكفاح من أجلهم ولن نتوقف أبدا عن النضال من أجل تحقيق العدالة الحقيقية أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اسمي ميخايل بريبستينغ وأنا السكرتير الدولي للتيار الشيوعي الثوري العالمي RCET يصادف يوم الربيع عشر من أغسطس ذكرى واحدة من أسوأ المآسي في التاريخ الحديث ففي مثل هذا اليوم في الرابع عشر من أغسطس عام 2013 قام الجنرال السيسي الذي كان قد استولى على السلطة عبر انقلاب عسكري في الثالث من يوليو في نفس العام قام بقتل ما يصل إلى 2600 شخص في يوم واحد فقد أرسل جنوده ليقتل الناس وأرسل قنصة كذلك وكانت هناك مذبحة دموية حيث كان الجنود يطلقون النار على الناس بشكل عشوائي وكان عشرات الألاف بل مئات الألاف من الأشخاص قد تجمعوا في ميدان رابعة بوسط القاهرة ليتظاهروا بشكل سلمي كانوا يحتاجون على الانقلاب العسكري لقد تظاهروا من أجل الديمقراطية لكن السيسي لم يكن ليسمح بأي معارضة كان على استعداد لتصفية أي نوع من المعارضة الشعبية والقضاء عليها تماماً من المهم أن ينال شعب مصر العدالة من المهم أن يعرف الناس والعالم أجمع من هو المسؤول عن هذه المجزرة وأن يعرف أي دور لعبه كل واحد من هؤلاء الجنرالات وإن كان من الواضح أن الجنرال سيسي في نهاية الأمر هو الشخص المسؤول عن كل ما حدث لكن من المهم أيضاً أن نعلم ما كانت تعرفه القوى العظمى عما حدث ماذا كانت تعرفه الإدارة الأمريكية والحكومات الأوروبية وحكومة بوتين وغيرهم عن هذا الأمر لأن العالم أجمع رأى بوضوح كيف أنهم لم يبدو أي اعتراض على الانقلاب العسكري وعندما قتل السيسي ألاف الأشخاص واعتقل عشرات الألاف من الناس لم تكن هناك أي عواقب لكل ما فعل فكل القوى العظمى الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الروسي الاتحادية الصين وغيرها كلهم في واقع الأمر دعموا الدكتاتورية لقد دعموا جميعاً الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال السيسي من المهم معرفة المسؤول عن تلك المجزرة ولهذا فإنه من الضروري أيضاً إجراء تحقيق دولي في هذا الشأن يجب أن يكون هناك تحقيق دولي ولكن بالطبع ليس من قبل تلك المحكمة التي في الهاي والدومة التي يحركها ترامب أو ماكرون أو بوتين أو غيرهم هناك لكن نريد تحقيقاً دولياً من قبل منظمات مستقلة من قبل المنظمات العمالية الشعبية أو من قبل منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يجب أن نكتشف الحقيقة والأهم من ذلك يجب أن نحاسب المسؤولين عنها وإن كان من الواضح جداً أن الجنرال السيسي هو المسؤول عن كل ذلك يتظاهر الجنرال السيسي بأنه رجل قوي ويتظاهر بأنه يقود حكومة قوية لكن في الحقيقة العكس هو الصحيح فحكومته تعيش أزمة مالية واقتصادية عميقة قد أظهرت كذلك عدم كفاءتها مؤخراً أثناء إدارتها السيئة لأزمة فيروس كورونا يحاول الجنرال السيسي صرف انتباه الشعب المصري عن فشله يحاول صرف انتباه الشعب من خلال الدخول في مغامرات خارجية فقد هدد مؤخراً بإرسال الجيش المصري إلى ليبيا لمحاربة الشعب الليبي ولا شك في أن الشعب الليبي سيدافع عن بلاده وسيرفض أي نوع من التدخل من قبل الجيش المصري وهم على حق في ذلك يتظاهر اللواء السيسي بأنه رجل قوي ولكن الحقيقة أن أيامه في الحكم معدودة فشعب مصر سوف ينهض من جديد عاجلاً أم آجلاً وسيسقط هذه الدكتاتورية الدموية ولكن يقع على عاتق جميع المنظمات الشعبية الديمقراطية التقدمية في كل أنحاء العالم مسؤولية الوقوف مع الشعب المصري ضد الدكتاتورية العسكرية للجنرال السيسي عاش التضامن الدولي بسم الله